وفي لقاء خاص للتلفزيون المصري أكد أعضاء مجلس النواب أن الحكومة التزمت بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية الفترة القادمة هي فترة أساساً داعمة للقطاع الخاص ولكل المشروعات الاستثمارية أن الوزارة تعمل على مجموعة التي تم ترحاها وهي الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية والتي أعلن عنها معالي دولة رئيس مجلس الوزارة ومعالي وزير المالية في مؤتمر صحفي وتم ترجمة هذا في بروشور أطلاقته وزارة المالية من 20 محور أو 20 بنت أحد هذه البنوت هو مشروع القانون الذي تم مناقشته النهاردة وهو تجديد العمل بأحكام القانون 79 لسنة 2016 والمتعلق بإنهاء المنازعات الضريبة استكمالاً لمنقشة مشروع غاية في الأهمية وهو مشروع قانون الإجارات الجنائية لما أتكلم النهاردة كممثل للشعب أو أتكلم بصفة رجل قانون نحن نعتبر أنه لا يوجد عدالة جنائية بدون مشروعية إجرائية وبالتبعية خرج مصطلح أن قانون الإجراءات الجنائية يكون بمثابة الدستور الثاني للبلاد الحقيقة نحن من أقدم الدول التي كان عندها قوانين إجراءات جنائية كان أول قانون للإجراءات الجنائية في مصر سنة 1875 والقانون الحالي صدر 1950 النهاردة وبعد 75 سنة بنتكلم على قانون إجراءات جنائية جديد